خط أحمر ثابت نهج يسير العراق عليه مصافحا العالم من بوابة بغداد وفي بغداد يستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح نظيره الفرنسي مانويل ماكرون زيارة أجلت فيما مضى لكنها جاءت بوقت قياسي يسجله العراق بالرجوع إلى فعالية الدولة العراقية ميزان بين المعادلة الفرنسية والعراقية يتساويان في المقدار والأهداف فمعادلة فرنسا اليوم تأتي لتحييد العراق عن فرض الإرادات وهذا المطلوب العراقي الأول على رأس الحديث والتلاحم مع العالم رسالة الجمهورية العراقية تأتي تثمينا لما يريده العراق من حقوق له في السيادة والهيبة وحفظ ماء وجه الاقتصاد العراقي رسالة يكاشفها رئيس الجمهورية برهم صالح أمام نظيره ماكرون اللقاء الذي انبثقت عنه عدة لقاءات أخرى في بغداد كانت كل الرسائل فيها واحدة وموحدة من بغداد وأربيل والرئاسة الثلاث على طاولة فرنسية فيها متسع من حسابات المصالح المشتركة والأهداف المشتركة نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا ليتحقق الهدف الأساس ويعود العراق إلى سابق عهده فاعلا في الشرق الأوسط والعالم أجبرت كورونا الرئيسين على عدم المصافحة بالأيدي لكنها فتحت لهما الباب أمام عناق الذراعين وتقاطع لأجل مصالح سياسية بناءة كما هو العراق الذي يريد العمل بجدية بالباع والذراع